أهلا بكم معنا في أبواب القرآن رحلة يستحبون فيها الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي أستاذ التفسير وعميد كليات الدراسات العليا السابق بجامعة الأسر أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك حديث طويل جدا ما بين القرآن والسنة وناس كتيرة جدا يقولوا أن من يعتصم بالقرآن فقط فقط أنهم قرآنيون وكأنهم ينكرون السنة وفي بعض من ينضوي بالفعل تحت طائفة القرآنيين يقول بذلك بالفعل القرآن بيقول وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانته ما أتاكم الرسول في هذه الآية ينصرف إلى القرآن باعتباره وحي من عند ربنا ولا ينصرف أيضا إلى السنة النبوية بسم الله الرحمن الرحيم بداية لابد أن نقرر أن القرآن الكتاب أولا والسنة ثانيا فالسنة تأتي بعد القرآن هناك من العلماء من يسوي بينهما أنا لا أميل إلى هذا إنما السنة تأتي بعد القرآن قرآن الحج الأولى السنة حجة أو مصدر ثاني التشريع منطقيا ربنا بيقول للنبي وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس فإذا أنا نفيت البيان إذن منطقيا أنا نفيت المبين صحيح مدام ما فيش بيان وبيقول أنزلنا إليك الذكرى لتبين فأنزلنا إليك الذكرى هنا هو القرآن الكريم لتبين للناس لتبين هنا تبيان الرسول صلى الله عليه وسلم للذكر في السنة في السنة البيان للسنة هو الزك فإذا أنا أنكرت البيان أنا أنكرت مبدئيا أو تلقائيا أنا أنكرت المبين فكلاهما حجة الخلط يأتي فين يأتي لما تسوي السنة بالقرآن كما فعل البعض لكن العلماء المحققين يقولون السنة تأتي بعد القرآن وهناك عبارات تتردد في الكتب تحتاج لنظر يقول لك الكتاب يحتاج إلى السنة أكثر من احتياج السنة إلى القرآن هذا كلام مرفوض السنة حاكمة على القرآن وليس القرآن حاكما على السنة هذا كلام مرفوض هنا مبدئين في علاقة السنة بالقرآن المبدئ الأول لابد من الوعي بدلالات القرآن الأمر الثاني لابد من الربط الوثيق بين صحيح السنة وبين القرآن بخلاف كده نقع في خلط ونقع في خبط ونقع في تناقضات نخلينا نستمسك بأمر الأول القرآن ثم بعد ذلك ننظر في السنة هل هذه السنة تتعارض مع القرآن أو لا تتعارض مع القرآن أي حديث يعارض القرآن الكريم بحيث لا يمكن التوفيق هو مرفوض قولا واحدا هذه قاعدة أساسية أساسية مطلقة طبعا لكنها غائبة إنك أنت أي حديث مهما كانت روايته يتناقض مع القرآن مناقضة حادة فهو مرفوض وأنا لست بدعا في هذا السيدة عائشة رضي الله عنه ردت حديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهلية عليها لأنه يتعارض مع القرآن الذي يقول ولا تزر وزيرة الوزر أخرى